شخص دخل عليه وقت الصلاة وفيه جرح ولم ينقطع ماذا عليه أن يفعل؟ هذا سؤال مهم ويكثر السؤال عنه بعض الناس مثلا قد يقلع سن من أسنانه ويبقى الدم مستمرا أو يجرح جرحا عميقا ويأخذ الجرح إلى وقت حتى ينقطع ويحضر وقت الصلاة ومثل هؤلاء أصحاب الأعذار كمثلا من عنده سلس سلس بول أو سلس ريح أو المرأة المستحاضة التي استمر خروق الدم معها أو نحو هؤلاء من أصحاب الأعذار فهؤلاء مخاطبون بالصلاة ولا تسقط عنهم الصلاة فإن كانوا يرجون انقطاع الدم فلينتظروا انقطاعه وليستعينوا بالوسائل المعين على وقف الدم من الأدوية ويرخصوا لهم في جمع الصلاتين من غير قصر إن كانوا في الحضر فمثلا لو قلع الإنسان سنه عند صلاة الظهر والدم مستمر ولكن يرجو أنه عند صلاة العصر أن ينقطع فالأولى أن يؤخر الظهر ولو كان في الحضر ويستعين بوضع ما يمنع تلفق الدم كالقطن ونحوه بحيث أنه قرب صلاة العصر يكون الدم قد انقطع فيغسل فمه ويتوضى ويصل الصلاتين أربعا أربعا من غير قصر إن كان في الحضر وهكذا المستحاضة من النساء يرخص لها في الجمع خاصة إذا كانت ترجو توقف الدم في وقت ما أما إذا كان لا يرجو قطاع الدم وحرص على توقيفه بما استطاع ولكن لم يتوقف فليصلي ولو كان خروج الدم مستمرا ولا يجوز له أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها فمثلا لو أصيب بالقرح لنقول عند صلاة العصر وحاول أن يقطع الدم فلم يستطع وخشية أن تغلب الشمس فلا يجوز له أن يخاطر بصلاة العصر فيؤخره حتى تغلب الشمس أو قريبا من غروب الشمس وإنما بعد ما اجتهد في قطع الدم ينظف القرح ويلف عليه بخرقة ويتوضى ويصلي والله تعالى أولى بعذره فقد كان الصحابة الكرام في حال الضرورة يصلون وقروحهم تثعب دما كما جاء في الرواية عنهم رضوان الله تعالى عليهم وهنا سؤال شخص يسأل رجل يقول أنا الآن أصبت بقرح أو بقلع سن فأنا بين خيارين بين أن أصلي جماعة والدم يخرج وبين أن تفوتني الجماعة ولكن سأصلي الصلاة بعد انقطاع الدم واضح السؤال فأيهما أقدم الجواب نقول له قدم الطهارة على صلاة الجماعة لأن الطهارة شرط وصلاة الجماعة واجب فالإنسان لو صلى منفردا وهو قادر على صلاة الجماعة فصلاة صحيحة وإن كان يأثن بترك الجماعة لكن الطهارة عند القدرة هي شرط فيقدم الشرط على الواقب كما هي القاعدة يقدم الشرط على الواقب وبناء عليه فإنه ما دام يرجو انقطاع الدم فلا حرق عليها أن يفوت الجماعة وبعد انقطاع الدم ينظف القرح ويتوضى ويصلي العلم عند الله